مرحب بحضراتكم مرة تانية زي وكنا نتكلم معاكم في بداية الحلقة النهاردة النهاردة ليلة حماسية أهلوية ومصرية واجه فيها فريق الديزي الأهلي فريق فالمراس فيه نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية اللي بتتلعب طبعا في المباراة بس خلينا كده يبقى عندنا بتتلعب في الإمارات عفوا خلينا كده يعني نلقي الدوق على ماتش النهاردة لأنه ممكن الماتش اللي فات أمام منتاري كان يعني ممكن الماتش المنتخب المصري مع السنغال كان شوية يعني واخد الدوق أكتر منه خلينا عرف تفاصيل بقى مباراة النهاردة هل الأهلي النهاردة هيأكد على نظرية الأهلي بمن حضر ولا الغيابات هتؤثر على قوام وتكتيك الفريق خلينا عرف إزاي مسيماني هيتعامل مع المباراة دي نقاط القوة والضعف اللي بيتميز بها فريق الأهلي كلام كتير جدا وأسئلة أكتر هنجاوب عليها مع ضفنا في الستوديو الناقد أرياضي محمد البورامي صباح الخير عليك ودايما نضيفها عزيزة علينا في صباح الخير صباح الخير جمالنا صباح الخير صباح الخير صباح الخير على كل السادة المشاهدين وأكيد بابا وصود دايما وأنا موجود معكم صباح أسعب أسعب أهي يا حسن بعد ذلك أنا هي رسالة كمان للاعلام أعلام عمان والإعلام الرياض تحديدا أحنا الأجواء دي بين الجمهور العادي والطبيعة لا يوجد مشكلة لكن أنا لا ينفعش مثلا نحنا عندنا شهرين جايين لا ينفعش أكون موجود في استوديو أو أكتب على صفحتي مثلا أبو جبل أحسن من محمد شناوي أنا قلت لكم أن أبو جبل أحسن من محمد شناوي طب محمد عبد المنعم ولا لوينش المقارنات دي من دلوقتي نحنا كده بنعمل مشكلة كبيرة أبو جبل حارس عظيم جدا محمد شناوي حارس عظيم جدا الاثنين كانوا سبب بإننا نحنا نوصل لنهائي كل واحد يوم أحبت نفسه في التشكيل المثالي والوينش في تشكيل المثالي المقارنات بين اللعيبة الفترة الجاية بلاش منها نحاول نقلل النغمة دي بشكل عام نسيب الكلام دا لجهور أبو جبل والشناوي كل واحد فيهم لعب أربع ماتشاط كل واحد فيهم دخل في جول والاثنين كانوا كويسين جدا طب ليه أنا هستفاد إيه لمقارن بين الاثنين هستفاد إيه إن أنا أقول إن أبو جبل أفضل من الشناوي يعني خللوا الحاجات دي منوشات بين الجمهور الحاجات دي ستوبة صغيرة بينهم وبتعدل ولكن ما ينفعش أنها مش عايزين ندخل في البوز دا عايزين نفضل طول الوقت طيب بندعم الانتخب نبعد بقى عن فكرة التشجيع ونبتدي النهاردة نشوف الأهلي ممكن يعمل إيه خلينا نستشرف الفقرة مع الأهلي مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي موجود معنا على التليفون دلوقتي نعرف منه آخر أخبار النادي الأهلي ويطمننا على الفرقة صباح الخير يا دكتور أهلا بيك على صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك صباح الخير على مشاهدين حضرتك الفرقة أهلا بيك في البداية إحنا يعني سمعين أخبار كويسة من المعسكر والفرقة عملت نتيجة جيدة جدا جدا مع منتاري عايزين نتطمن على لعيبة الأهلي اللي كانت مع المنتخب رجعوا من القاهرة يعني يرجعوا من الكاميرون على القاهرة ومن القاهرة راحوا للإمارات فعايزين نتطمن على الست لعيبة اللي وصلوا للبعثة يعني في الحقيقة اللعيبة اللي كانت مشاركة مع منتخب مصر وصلوا بالفعل أبو ظابي وفي الحقيقة كانت استقبالهم على طول المدير الفني وعمل معهم جلسة مغلقة بينهم وده أكيد عشان قصر الفترة الزمنية للتحضير للمباراة وطبعا الدقوط النفسية للبطولة الأفريقية كانت دقوط كبيرة جدا جدا وأعتقد كمان حالة الحزن الشديد نتيجة لعدم الفوز بالبطولة وأسعاد الجماهير المصرية يعني كان ألقى بظلاله على اللاعبين والمدير الفني في الحياة مستر مسماني عنده الكتير من الرسبرات في التعامل مع هذه الحالة كنا مرينا بيها من فترة قصيرة جدا من بعيدة خالص اللي هي أثناء مباراة جرس السوبر أيضا اللي كانت موجودة في دولة قطر كان عندنا اللعيبة راجعة من البطولة العربية برضو وكانت عندها نفس الضبوط وده قدر دائما الفرق الكبيرة واللعيبين الكبار إنهم قدروا يتعاملوا مع النواق الصعبة وده أيضا يعني مسؤولية النادي الأهل التاريخية في الحقيقة إحنا عندنا مهمة واضحة وعندنا هدف واضح ما بنشغلش نفسنا كتير دلوقتي بالتحديات اللي بتقابلنا خلال البطولة بتاعتكات العالم بقدر ما بنشغل نفسنا بالأهداف اللي احنا عايزين نحققها وأول هذه الأهداف هو إسعاد جماهير كرة القدم المصرية بشكل عام وجماهير النادي الآلي بشكل خاص في الحقيقة وده أعتقد إن كل الاستأسدات بتؤكد ذلك حتى في حضور الكابت المحمود اللي كان عنده يعني برنامج ألاجي هنا وقطعوا لدعم مسندة الفريق هناك في الحقيقة فكل واحد في الحقيقة في منظومة النادي الأهل بيقوم بدوره على أكمل وجه ينقصنا بس إن شاء الله إن ربنا التوفيق يحلفنا وإيبال لعيبة موسطقة في المباراة كما كانوا موسطقين في المباراة الصادقة إن شاء الله طيب دكتور سعد يعني بالفعل وصل شناوي وصل عمر السلية وأيمن أشرف محمد عبد المنهم حمد يفتحي ومحمد شريف وصلوا بالفعل للمعسكر وانضموا فيه أسئلة دلوقت يا فنم مين منهم اللي ممكن يشارك في المباراة النهاردة وكمان ناس بتسأل على آخر أخبار المسحة للعيبة المسحة الحمد لله سلبية كلها مظبوط؟ لحد دلوقت كل المسحات اللي تمت للعيبة الفريدنادي الأهلي كلها سلبية الحمد لله وبيبقى دايما فيه مسحات كل فترة لأن في الحقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة في الحقيقة عندها كل الخدمات الطبية المتقدمة اللي بتتعامل مع هذا الوباء بشكل سريع جدا 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 لكن كل الاشتراطات الصحية الحمد لله البعثة بالكامل حتى اللعيبة اللي وصلت البارح منتزمين بيها ويمكن احنا كنا نتابع وصول البعثة كل اللعيبة منتزمة بحبس الكمامة كل البعثة أفراد البعثة بالكامل ممنوعا لاستحب أي ضيوف من برد حال التركيز كانت مفروضة من خلال رئيس البعثة المهند سالد مرتاجي واعتقد كل اللعيبة بما فيها اللعيبة اللي وصلت بالأمس كانت منتزمة بيها في الحقيقة فيما يخص من إن شاء الله يبقى موجود منهم في المباراة ده قرار فني بالدرجة الأولى وده خصوص المدير الفني إن شاء الله ربنا يوفقه لنهو يصدر التشكيل اللي يمكنه من تحقيق أهزابه والوصول إن شاء الله للمباراة النهائية إن شاء الله إن شاء الله عظيم جدا جدا يعني احنا بنشكر حريك على وجودك معنا وكل التوفيق لبعثة النادي الأهلي وكل الفريق في هذه المباراة الحقيقة يعني مباراة مش سهلة خالص لكن الأمل كبير في المجهود وفي أرض الملعب 11 لعيب قدام 11 لعيب والكرة هي اللي بتتكلم المجهود دايما هو اللي بيتكلم بنشكر حالك الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد أرجع لك بقى مرة تانية وتحلى كده بقى نفسص الأهلي والفرقة اللي لعبت من ماتش اللي فات والفرقة اللي متظر حتلعب النهاردة لو حنتكلم كلام كرة بجد الأهلي ما كانش أحسن قوي من ماتش اللي فات منتاري مضيع كور كتير قوي والأهلي ضيع والأهلي ضيع طبعا بس منتاري كان مسيطر شوية على نص ملعب احنا نص ملعبنا كان فيه افتقاد لرمانت الميزاني يعني ديانج لوحده أفشى مش مركزه إن هو يلعب في الحتة دي دايما ديانج متعود يبقى جنبه حمدي فاتحي أو السلية فالأهلي ما كانش ماسك الماتش الأهلي يعرف كده يعني من أين تقل الكاتف عامل زي باور ميونيخ كده دايما ممكن ما يبقاش مسيطر قوي على الماتش بس يعرف فيه الفوز والأهلي كتير بيبقى عنده الميزة دي النهاردة موسيماني حيعمل ايه مع فرقة قوي زي با الميراس هو ماش صعب جدا على الأهلي يعني أنا كنت بشوف إن ماتش منتري أسهل كتير جدا من الماتش من ماتش بالميراس لأسباب كتير جدا منها إن محدش كان متوقع إن الأهلي هيفوز على منتري في الأجواء دي وفي الظروف دي فده كان شوية مسهل ماتش على الأهلي خلاص إن انت ما فيش ضغوط كبير على اللعيبة اللعيبة عايزة تثبت نفسها كمان إن الحالة وصلت لمنتري أن ده الفريق التاني للأهلي فالماتش سهل فالمباراة سهلة وممكن ده شوية سهل على الأهلي لكن في المباراة الحالية أو مباراة بالميراس خلاص إنت بقيت مكشوف للميراس خلاص الأول إنت كنت فريق أو المجموعة اللي هتلعب مجهولة لمنتري فالموضوع بالنسبة لك بيسهل عليك أكتر ماتش لكن في مباراة بالميراس هم خلاص عرفوا المجموعة اللي هتلعب عرفوا المجموعة اللي موجودة بقيت مكشوف أكتر لي الفريق هم بلعبوا بكامل قوتهم فريق قوي فريق متكامل الأهلي عنده غيابات كتيرة جدا كان فيه مشاكل كتيرة جدا في الماتش اللي فات مع الأهلي مثلا زي نوست الملعب تقريبا ديانج بحرب لوحده بلعب لوحده عفشة مش مميز في مركز تمانية ما بلعبوش بأفضل شكل وكمان مفيش بديل في المركز ده النهاردة هو ما يقدرش يدفع بحمدي فتحي بحمدي أو السلية في المكان ده فهو غالبا ممكن يعوض ده بإنه يزود أو يلعب بثلاث مدفعين صراح أو يلعب مثلا محمد هانك قلبة فاع ثالث وكريم فؤاد في الباك اليمين ما أعتقدش أنه هيغامر بحد منهم ممكن نشوف أيمن أشرف يدخل على التشكيل ومحمد شريف ممكن يدخل برضو على التشكيل هو الفريق ما تشوف أكتر لي بالميرس يعني مفاجأة مش وردة أو قدام فرقة زي الفريدة خاصة كل أوراقك اللي بتلعب هي خلاص معروفة وهتلعب ازاي وتريتك عاملة ازاي فنتمنى لهم تفيق لكن أنا أعتقد أنها مباراة أصعب كتير جدا جدا من المباراة منتيرية خاصة أنت كمان فست في الكاس العالم اللي فات على بالميرس برضو حصلت على ثلاث العالم منهم فالموضوع صعب مباراة أصعب كتير جدا من المباراة للفاتد هاي المباراة صعبة وزي ما احنا بنقول يمكن الأهلي دلوقتي خالي نقوله في وضع طوارق بالنسبة للإصابات كمان والغياب اللعيبة لكن بيبقى فيه أوراق دايما ونقاط قوة وضعف لكل فريق زي ما حضرتك قلت بالميرس مش فريق سهل والأهلي زي ما احنا قوله في وضع طوارق كده فعايز أعرف منك نقاط قوة وضعف الأهلي وأيضا بالميرس وفكرة كمان احنا عندنا عامل الحمد لله عامل قوة وهي إن المواتش بيتلاف فيه لأمراض فعامل الجمهور هيكون عامل كمان مهم بالنسبة لنا يعني الجمهور أكيد هو المحرك الأساسي للفريق شفنا المباراة اللي فاتت هدي جمهور الأهلي كان موجود ومتواجد بشكل كبير جدا نقاط القوة في الأهلي يمكن عودت محمد شريف يعني الأهلي كان عنده مشكلة في خط الهجوم معارجوها محمد شريف هيساعد بشكل كبير جدا في حل الأزمة دي وجود أحمد عبدالقادر بيقدر بشكل كويس جدا من اللاعب أعتقد هو لو قدر يحل مركز المدافع الثاني جنب ديانج هيسهل عليه بشكل كبير جدا لكن أهم حاجة يتميز الأهلي ممكن الماتش منتير كامبين جدا هو خط دفعه خط دفعه الماتش الفات عمل ماتش كويس جدا كان فيه تشكك كبير جدا من مجموعة من وجود دياسر جنب رم ربيع لكن رم ربيع كان أفضل لعب في الماتش وحصل على رجل مغربي بالضبط ومحمد مغربي أعتقد هو مصاب يعني أصيب الماتش الفات يعني مش جاهز الماتش ده ممكن أيمن أشرف يرجع فأكتر حاجة يتميز الأهلي الخط الدفاع وكمان الارتداد السريع بالكورة الأهلي بيعمل هجمات مرتدة سريع جدا بشكل سريع بيعملها كويس مع وجود أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر بيعرف يطلع بالكورة بشكل كويس جدا ما أكسب كبير للكورة المصرية يعني إذا كمل بالمستعدة أعتقد أن كيروش سيجد حل للصداع بالنسبة له في مركز صنع الألعاب مع منتخب مصر يعني أفشا استبعد وعبدالله السعيد ما قدرش يكون موجود عبدالله السعيد في كلام أنه بيفكر يعتزل دول يعني ما قدرش يكون موجود مع كيروش فأعتقد أن أحمد عبدالقادر هيكون حل مناسب لمستقبل فده أهم حاجة بتميز الأهلي ولكن عنده عيب لازم الأهلي يحلوا يعني مش عارف كل الفترة دي كلها العيب ده ما بتحلش في الأهلي إطلاقا عيب ضاعة الهجمات الأهلي بيضيع بيوصل جولة كتير جدا بيضيع هجمات ما ينفعش الضيع يعني إحنا شفنا مفرادات بالضيع يعني هجمات ما ينفعش الضيع يعني ولو ضاعت ما ينفعش الكم ده من الكورة تضيع يعني أنت وشك للجون فيه كتير ده تدريب ولا لعيبة؟ ده تدريب ولا لعيبة الاتنين مش تدريب الجهاز الفني لا اللاعب نفسه فيه لعب بيشتغل على نفسه كتير عشان يقدر يشوف إزاي ممكن يوصل للجون كتير إزاي ممكن يعمل حلول هجومية إزاي ممكن يحط الكورة في الجول كل الحاجات دي إما ده أخدنا لسؤال مهم الأهلي جاب صفقتين تقيل بيرسي تاو وميكي سوني بيرسي تاو قدم أوراية اعتماده خلاص مزبوط ميكي سوني حتى اللي جايبه موسيماني ما عاده دكة في ماتش زي ماتش ده أنت عندك كل الصف الأولاني غايب كنا متوقعين أنه حيعتمد على ميكي سوني مزبوط أعتقد جزء منه أن التوظيف ميكي سوني نفسه ميكي سوني بيلعب طول الوقت كان مع سنبا على الطرف فكان شغله أكتر على الأطراف يقدر يروح للجون على الأطراف يعني بيقدر يقطع ويدخل جوه عكس مثلا توظيفه مع الأهلي هو في الأهلي حتى الآن في كل ميكيات اللعبة بيتوظف كلاعب تالت في وسط الملعب ناحية الشمال فده بيبقى صعب خاصة أنه جسم قليل وما عندهش القدر أن هو يجاري المجموعة اللي موجودة في وسط الملعب كان بيستلم بيظهر أكتر فده بيصعب الكرة فهي الفكرة في التوظيف أكتر منها في اللاعب نفسه أنا كنت أشوف أنه لعب مميز قبل الانضمام للأهلي لأن كلنا شفناه مع سنبا وهو بيجيب وأحرز هدف جميل في أهلي وأعتقد أن مشكلة ميكي سوني أكتر في التوظيف عكس بيرت ستاو لأن بيرت ستاو بيتوظف حسب التوظيف اللي هو بيلعبه أصلا سواء كان مهاجم تاني أو على الطرف فده خلاه يظهر بشكل أكبر إضافة طبعا الخبرة يعني بيرت ستاو بيلعب في الدول الإنجليزي وجايم الدول الإنجليزي فالموضوع بالنسبة له موضوع التأقلم أسهل أعتقد أنه التوظيف لو قدر مسلمان يعيد توظيف بيرت ستاو يعيد توظيف ميكسوني ممكن يكون فارق بشكل كبير جدا مع الأهلي طبعا يعني بنشكرك جزيل شكرا لنرقد رياضي محمد البورامين وارتنا في سبعة أخرية مصر وإن شاء الله النهاردة الأهلي بمن حضر وإن شاء الله هنحتفل بكرة وفوز الأهلي شكرا جزيلا شكرا جزيلا